لغريم بويز ولا الفضائيين او لبقى صح المفيد ملوك المدراجات الالتراس الغريم بويز تعتبر افضل رابطة عربيا وافريقيا الالتراس اللي كتتح في العالم تيفويات اسطورية لماثيلة لها وزيد كل ما شكتبت بلي افضل الالتراس اللي كتتساند الفريق في السراء والدراء وكتساند الرجاء العالمي اينما راحل وارتحل ولكن اذا سونا واحد سؤال لي مهم بزاف شكونوا هم هاد الالتراس وشن هو التاريخ ديال هاد الالتراس وشن هو ابرز الانجازات اللي حققوها مع الفريق الرجاء العالمي في هذا الفيديو غد نعرفه كل شي ونبدأوا باول حاجة بتاريخ تأسيس الغريم بويز قبل ما تأسيس غريم بويز كانت عنه الرجاء العالمي واحد رابطة يمكن نقول عليها عشوائية واحد شوية واللي كانت سميت هادك الساعات لاطلعيك سيلتيك وهاد الرابط هادك الساعات كانت كتسانس بيرم عن فريق سيلتيك الأسكتلندي وهذا الرابط هاديكسات كانو كيساندو الفارق في الميدان وخارج الميدان وكانو مشهورين بواحد الحاجة اللي مهمة بزاف هو اللباس المميز ديلهم وانا قد نعطيكم واحد سؤال ليسعي واحد شوية باش تجاوبوني عليه شنو كانو تيلبسوا ديكسات باش يساندو الفارق في المدرجات واسرع خمسة ديالناس اللي غادي يجاوبوني على هات السؤال هاد الحط تعليقات ديلهم ان شاء الله اما في الفيديو الجاي ولا في ستوري يلا جاوبني على هات السؤال اذا كنتي راجعوي حر المهم الرجعو ده بالاطل اكسلتيك كما قون هاد الرابط هاديكسات كانو تعيشوا واحد شوية ديل العشوائية لانا اول حاجة ما كنتيشي واحد يسيرهم وكانو تيدخلوا للتيران ما عندهم اغاني ما عندهم شي كابو باش يسيرهم وكانو اغلبية ديل الوقت اما تيشي جعور راجعو لا تبقى ويغوتوا في التيران وما كنتيشي واحد باش ينظمهم ولكن لو صل لموسم ديل الفين وخمسة غادي تبدلوا بزاف ديل الحويج لانا اغلبية ديل الفرق المغربية ديكسات كانو تيعتمدوا لواحد الحاجة جديدة اسمية الالتراس وديكسات كل الفرق اللي كانو في البطولة الوطنية كانو تيجتمعوا العشارات ديل المشجعين او كانو تينظموا اولتراس بالاسم ديلها بكل شي واتشي راجعو واحد الحاجة اللي مهمة بزاف باش ما سبقاش العشوائية في تسجيع داخل التيران وباش الجماهير اللي يكونو داخل التيران يكونو منظمين لواحد درجة اللي كبيرة بزاف نبشي دبال تاريخ 21 يونيو 2005 هنا تجمعوا عشرات دي الشباب اللي كانو مشجعين دي الرجاء العالمي وبدو تيجيروا واحد الاجتماعات المطولة بيناتهم باش ينظموا واحد الالتراس اللي خاصة بالنادي وبدو تيحددوا البنوط دير هذي الالتراس وبعد الاتفاق مطول بين هذي الناس هذو خرجوا بأول الالتراس لفريق الرجاء العالمي اللي كانت تحت اسم الـ Green Boys واللي اعطاه واحد لوغو اللي مميز بزاف اللي هو اللوغو دي الفضائيين ونغتقول يعني اسمهم الـ Green Boys وشنو المعنى دي لها دي الـ Green Boys نبدو بأول حاجة اللي هو الـ Green اللي هو باين واللي هو اللون الاخضر بالانجليزية واختيار دي الاسم دي الـ Green راجع لألوان دي النادي أما الاسم التاني اللي هو الـ Boys واللي كتاني بالانجليزية الأطفال واجوج كلمات في الثالثة تعطينا الـ Green Boys أو اللي بأصح المفيد أولاد الخضراء أما من ناحية الشعار اللي اختراه الـ Green Boys كما تشوفه في واحد الكائن فضائي وهدي فكرة اللي كانت جهنمية بكل صراحة لأنه باش تختار واحد الكائن فضائي لشعار ديالك واللي أول إلتراس في العالم كديرها خاص تكون عندك واحد رابطة اللي يدكية بزاف والمعنى دي الكائن فضائي اللي دروفها تدربو هدا كتاني باللي الأشخاص اللي تسيروا هاد الإلتراس كأنهم فضائيين وإحنا كنافو بلي الفضائيين عندهم واحد دكاء اللي فائق وزيد عمتني بهاد الكائن الفضائي بغن يوصلوا واحد الحاجة اللي مهمة بلي الـ Green Boys واحد رابطة اللي يدكيين بزاف وقادرين يديروا أي حاجة باش ينجحوا في هاتش اللي كيديروه وزيد بغن يوصلوا واحد الفكرة بلي أي حاجة اللي غتكون جديدة في عالم ديال الإلتراس غاديكونوا الـ Green Boys هم أول وحدين اللي كيديروها بحال مثلا اللماش اللي طلعوا في ثمانية ديالتيفويات أو للرسائل السياسية المشفرة اللي تديروه الجماعي الرجوية أو للتيفو الأسطوري اللي داروا في الماش ديالريمونتادا أو لجميع التفويات اللي تديروهم في دلموسم هذا نمشو دابل العلاقات ديالـ Green Boys مع الفارق الـ Green Boys دائما في الموضة الرجاس عندهم جوج ديالشعارات الشعار الأول هو تشجيع الفارق أينما رحل وارتحل والمهم ما ديالهم هو تشجيع الفارق 90 دقيقة قبل ما يعيو واتش يراجع باش يخلوا اللاعبين ديال الفارق يديرو اللي يفجدون باش يقدموا أقوى مستوى عندهم وزيد باش يطربوا العالم تفويات وتشجيعات خيالية وزيد باش يتبتوا باللي عند الرجاء العالمي وحد الجمهور لي خيالي وزيد باش يبينوا العالم ديك شي اللي عادي بالنسبة للـ Green Boys مستحى على باقي الإلتراس العالمية أما من ناحية الشعار التاني اللي عند الـ Green Boys هو الدفاع بأي طريقة للألوان الفارق وانا الـ Green Boys كيدفعو للفارق سياسيا إما برسائل عبارة على التفويات ولي تيكون المعنى ديرهم عامق ومفهوم وتيكون عندهم رسائل مباشرة إما للإدارة النادي ولا للجامعة وماشي غيرات شوة لكن وصلت حتى اتجاه الحكام ديال المباريات ودائما صوت ديرهم تيكون مسموع بقوة وانا غاديمشي واحد سؤالي مهم بزاف ولي كيطايح على أي مشجع رجاوي الـ Green Boys مني تيجيبوا الفلوس باش تيزو ديك التفويات ودائما حاضرين في التيران ودائما فكله مش تيزو شي تيفو يجيبوا بهم الفلوس أول حاجة إما بيع البطائق ديال الإنخراط ديال الإلتراس وتاني حاجة بيع المنتوجات ديال المجموعة يعني لي تدخل التيران وتتشوف أي منتج في الإلتراس ديال Green Boys أو لفي اللوغو ديال Green Boys فهذا كتابع الإلتراس ديال Green Boys وتيبيعوا ديك المنتجات هذوك باش يجمعوا الفلوس ولي تيجمعوا الفلوس بهم تيجديروا التفويات ولا ديك الخارجات ولا الطلعات نمشو دابل الأشهر تفويات لطلعهم الـ Green Boys ونبدأوا بأول تيفو في تاريخ الـ Green Boys واللي كان ديك سات في دورة أبطال إفريقيا في موسم 2005 واللي كان بضب ضد النجم الساحلي واللي كان ديك سات بعنوان فور سراجة الـ Green Boys أما من ناحية أبرز تيفوية اللي طلعهم طلعوا أول تيفو في إفريقيا اللي عبارة عن ميساجات واللي كان في ديك تيفو هذا كتمانية ديال طلعات بالضب وكان ديك سات بحل شي كتاب كل مرة تتقلب صفحة وكل صفحة فيها التاريخ المتعلق بالنادي أما من ناحية أعمق تيفو هو تيفو ديال بلاك جاك وأنا غادي نسولك عاوتين واحد سؤالي مهم بزاف علاش ديك ساتة الـ Green Boys طلعوا تيفو بعنوان ديال لعبة البلاك جاك وقليل بزاف غادي يعرفوا علاش المهم جاوبوني في كومنتانات وأنا غادي نشوف الرأي ديالكم وزيد عاوتيني الـ Green Boys دائما تيطربونه بوحد تيفوية اللي عالمية وذا جيت نذكرهم في هذا الفيديو غادي نبقى وتالغداء منهم غير في هذه الموسمة دا شوفو شحام تيفو لطلعوه وزيد عاوتيني في الموسم ليدا شحام تيفو لطلعوه وزيد عاوتيني في 2020 كونتر الـ We Dead راكم شتو على تيفوية اللي كانت طلعوهم بالـ Green Boys أما من ناحية أبرز الأغاني اللي خرجوهم بالـ Green Boys اللي بتتغنو فيهم في التيران يمين بزاف ديال الألبومات صراحة وما عليك غير تمشي ليوتيوب وتدير الأغاني ديالـ Green Boys أولى الألبومات ديالـ Green Boys وغا تسمع كل الأغاني اللي بتعلقه بهذه الألتراس وأفضل أغنية اللي بالنسبة ليها هي موسيقى اللي بعنوان اللعبوا عليها وتجيبوها المهم الألتراس الـ Green Boys عندهم واحد تاريخ اللي عارق بزار وفي هذه المواسم تلي هي أفضل الألتراس عربيان وإفريقيان الموارد قبل ما نسلوا هذا الفيديو وبطرقوا موضرة سأعطيوني اسم الألتراس اللي ندير عليهم فيديو خاص وما تنسوش في الأخير تبارتاجوا فيديو مع صحابكم وما تنسوش حتى تشاركوا في صفحة ويلا في تاريكا معكم حافظ وتهلا